مرحبا وتحياتي للجميع يعتبر شبل شميل من أبرز وجوه التنوير و أحد رواد النهضة الكبار الأوائل طبعا في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين وشبل شميل هو واحد من الذين طبعا رفعوا لواء التنوير في حينه و أحد الذين اتخذوا من منجزات العلم الحديث من تطور العلم الحديث يعني نموذجا للتقدم و للحداثة كمان شميل يعتبر طبعا من أبرز من تبنوا في العالم العربي نظرية التطور لداروين بشقيها العلمي و الاجتماعي لبل حاول من خلال نظرية التطور أن يقارب و أن يدرس مشاكل و أزمات العالم العربي و طبعا قدم نتاج فكري مهم بنقول يعني عالج من خلاله قضايا و مواضيع كانت ملحة و راهدة وبعضها يعني ما يزال واقعا في دائرة الضوء لليوم يعني كمثل قضايا الحرية و قضايا حرية الفكر و التعبير و قضايا المرأة و التربية و الإصلاح سواء الديني أو السياسي و القضائي و قضية العلمانية مثلا و غيرها أيضا يعتبر شبل شميل من رواد الاشتراكية الأوائل في العالم العربي من أوائل من تبنوا الفكر الاشتراكي و شبل شميل طبعا كنبذة تعريفية سريعة هو كاتب و طبيب و مفكر و شاعر و أديب و فيلسوف لبناني من موليد كفرشيمة في جبل لبنان و ولد في سنة 1850 طبعا لعائلة مسيحية و بعد أن أنهى الدراسة الثانوية التحق بجامعة و من ثم تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت و من ثم توجه إلى فرنسا إلى باريس لدراسة الطب و بعد أن أنهى الدراسة الطب في باريس و تحصل على الدكتورة طبعا عاد إلى المشرق و استقر في مصر و أصدر من هناك يعني عدة مجلات ثقافية منها مثلا مجلات الشفاء كما أصدر في فترة لاحقة من حياته أيضا مجلة مهمة هي مجلة المستقبل و يعني كانت بالشراكة أيضا مع مفكر تنويره كبير آخر هو سلامة موسى توفي شبل شميل بعد رحلة علمية و فكرية كبيرة جدا في عام 1917 و طبعا ترك مجموعة من المؤلفات المهمة يعني كمثل كتاب فلسفة النشوء والارتقاء و واقعا هذا الكتاب هو عبارة عن ترجمة لكتاب الفيلسوف الدرويني بوخنر طبعا مع إضافة تعليقات و شروحات يعني أكثر من مهمة لشميل أيضا له كتاب يعني على نسق رسالة الغفران لرهين المحبسين أبو العلاء المعريم أيضا له كتاب الحقيقة و أيضا كتاب يعني كتب عديدة جدا يعني منها مجموعة من الأعمال التي هي عبارة عن تحقيقات و شرح يعني لكتب و أفكار أطباء كبار في التاريخ كمثل أبو قراط و ابن سينة و آخرين إضافة طبعا لمئات الرسائل والمقالات المختلفة طيب أريد أن أعرض لشيء من فكر شميل يعني لبعض الأفكار خاصة في المجال الديني أو تحديدا في مجال النقد الديني وباختصار شديد طبعا فمثلا طبعا بالمناسبة فأغلب معاصري شميل يعني شهدوا له بالشجاعة الفكرية في مسألة طرح أفكاره و آرائه يعني مهما كانت تبدو مثلا غير مألوفة في حينه أو غير مستثاغة مثلا من الجميع فكان الرجل يملك أو يملك هذه الشجاعة الفكرية طبعا شبل شميل كان لا ديني كان لا ديني وكان يرى أن الأديان بصفة عامة يعني هي واحدة من أسباب التأخر في العالم بشكل عام وفي العالم العربي بشكل خاص لبل كان يرى أن الأديان هي علة شقاء الإنسان في دنياه ولنقول أن شميل طبعا كان يرى الأديان عبارة عن صناعة بشرية صناعة دنيوية أو على حد تعبيري حرفيا الديانات هي من مخترعات البشر اعتبرها اختراع بشري لكن أيضا سنجد أن شبل شميل يعني سيميز ما بين نوعين من الديانات فواقعا ميز بين الأديان البدائية طبعا التي تنتمي إلى فترة صحيقة من التاريخ الإنساني وبين الأديان السماوية أو ما يشبهها مثلا من أديان أرضية فميز بين أديان بدائية وبين أديان سماوية فشميل كان يعتقد أن الأديان السماوية هي أديان أرقى على المستوى الإنساني والحضاري من الأديان البدائية فالأديان البدائية القديمة يعني ما هي إلا مجرد لنقل عقائد أسطورية بسيطة جدا طبعا عبرت عن خوف وجهل الإنسان البدائي هذا الإنسان الذي بسبب خوفه ورعبه وجهله يعني لم يدع شيء في الطبيعة إلا واتخذه إلها دائما من الحجر إلى الحيوان إلى الشجر إلى الكواكب الشمس والقمر طبعا وصولا إلى عبادة الأسلاف والأموات وعبادة الأحياء إلى آخر فهذه الأديان البدائية القديمة عبارة عن تصورات أسطورية بسيطة جدا تعود إلى جهل وخوف الإنسان في حين أن شميل ينظر إلى الأديان السماوية بنظرة مختلفة فالأديان السماوية وإن كانت أيضا صناعة بشرية كما يعتقد إلا أنها مثلت محاولات إصلاحية اجتماعية ولذلك كان يطلق على مؤسسي وأنبياء هذه الأديان السماوية لقب مصلحون فكان يعتبر بأنهم حملت رسالة إصلاحية وأنهم ساهموا مثلا نسبة إلى زمنهم في نوع من الإصلاح الاجتماعي مما انعكس على تقدم المجتمع في حينه لبل وصل الأمر طبعا بشميل بتقديره لهؤلاء الأنبياء أن مثلا برأهم من كل الفضائح مثلا للنقل أو الجرائم التي ارتكبت تاريخيا باسمهم أو باسم الدين وسنرى أنه حمل المسئولية بالمقابل لرجال الدين ولمختلف المؤسسات الدينية المتنفذة سواء تاريخيا ولغاية اليوم أيضا نادى شميل أو دعا إلى التسامح بين أتباع الديانات المختلفة دعا إلى مثلا عدم استعمال الدين لقمع الحرية وتقييد الفكر والعقل والتعبير إلى آخره أيضا دعا إلى عدم إدخال الدين والتصورات مثلا والعقائد الدينية في المجال العلمي دعا إلى الفصل الكامل بين الدين والعلم أيضا يعتبر شبل شميل من أوائل من تبنوا الفلسفة المادية العربية طبعا في العصر الحديث وكان يعتقد بأن العلم قادر على تقديم إجابات شافية ووافية عن كل شيء عن كل الأسئلة التي تراود الإنسان وراودت الإنسان منذ القدم إجابات عن العالم عن الطبيعة عن الإنسان وكان مصدر المعرفة الموثوق عند شميل طبعا بكونه أو لكونه يعني يتبع الفلسفة المادية فمن الطبيعة أن مصدر المعرفة الموثوق يتمثى في الحواس ومن ثم اتباع المنهج العلمي طبعا القائم على التجربة والاختبار وبالتالي وعلى الرغم من تقدير شميل للعقل ودور العقل في عملية إنتاج المعرفة إلا أنه كان يعتقد أن العقل بمفرده يعني غير قادر على الوصول إلى المعرفة وكان يرى بأن المنهج العلمي القائم على التجربة والاختبار هو أفضل وسيلة من وسائل المعرفة المتاحة أمام الإنسان أيضا يا شبل شميل كان من أبرز دعاة النزعة العلموية بين قوسين وكما قلت كان يعتقد بأن العلم قادر على تقديم إجابات وأيضا بأن العلم قادر على تغيير حياة الإنسان لبل كان يؤمن بأن العلم سيرتقي بالحياة الإنسانية إلى مراتب وآفاق أعلى وكان على ثقة بأن العلم طبعا في عصره يعني ما زال في البدايات وهذه رؤية لنقل يعني استشرافية بشكل أو بآخر كان يؤمن بالتقدم العلمي وبأن العلم ما زال في بداياته وأنه مستقبلا يعني ستحدث ثورة علمية وستتكشف أمور علمية كثيرة جدا وبالتالي ستدفن هذه المكتشفات العلمية يعني كما قلنا أوهام ويعني معارف وعلوم زائفة كثيرة يعني راجت لقرون طويلة من الزمن أيضا موجه شميل نقد لاذع لرجال الدين يعني واقعا كان يعادي رجال الدين بشكل صارم كان يحملهم مسئولية كل الانهيار الحضاري الحاصل في العالم العربي فهجمهم يعني بنقد لاذع على اعتبار أنهم ساهموا ومازالوا في نشر الجهل والخرافة بين أفراد المجتمع كما انتقد مثلا الخرافات التي يعني كانت سائدة في المجتمع خاصة تلك الخرافات التي تحاول أن تفسر مثلا يعني قضايا علمية أو ظواهر طبيعية مثلا بيعني خرافات شائعة فمثلا يعني قضية الزلازل طيب كان الاعتقاد السائد والذي ساعد في ترويجه رجال الدين على حدث عمير شميل فكانت تفسير السائد لوقوع الزلازل يعني يرتكز على الخرافات يعني كان تفسير خرافي على اعتبار أن الزلازل تعبر عن غضب الإله على البشر في حين أن العلم لا فسر لنا أن الزلازل يعني ما هي إلا ظاهرة طبيعية مئة بالمئة ولا تقف وراءها مثلا أي قوة ما فوق أرضية وبتالي هاجم يعني نشر الخرافة بين الناس خاصة الخرافة التي ترتكز على مضمون ديني في مكان ما وهنا أيضا نرى يعني تلك الثقة بالعلم كما تحدثنا قبل قليل عند شميل الذي اعتبر أن العلم يعني مستقبلا سيقضي وسيدفن الكثير من الخرافات الموجودة اليوم طيب سريعا أيضا فيما خاص المرأة فطبعا شميل كان مفكر الطليعي في هذا المجال فدعا إلى رفع الغمن عن المرأة وإعادة كل الحقوق إليها لبل دعا إلى مساواة المرأة الكاملة بالرجل ونادى بضرورة التعليم للمرأة طبعا لكي يتحرر عقل المرأة بداية من القيود التي كبلته لقرون طويضة وتحرر العقل هو أول خطوة في تحرر الإنسان فبرأي شميل أن رفع الحجاب المعنوي كما اسماه عن عقل المرأة يعني هذه الخطوة الأساسية الأولى رفع الحجاب المعنوي عن عقل المرأة وهذه الخطوة الأولى ستؤدي إلى خطوة ثانية ستتمثل في رفع الحجاب الحس هذه المرة مثلا عن رأسها أو عن جسدها وواقعا فشبل شميل كان يعتبر أن الحجاب والنقاب والخمار مثلا وكل هذه الأساليب المتشددة حول لباس المرأة كان يعتبرها يعني من مخلفات العصور المظلمة والتي يجب في نهاية الأمر تجاوزها أيضا سنرى أن شميل سيربط ما بين مسألة تعليم المرأة وتقدم المجتمع لأن المرأة الجاهلة على حد تعبيره طيب ستكون عالة على الرجل عالة على الرجل عالة على المجتمع أما الوضعية الصحيحة كميرا شميل هي أن تكون المرأة عونا للرجل أو سندا للرجل وعونا للمجتمع طيب لن أطيل أكثر فهذه كانت جولة سريعة داخل فكر شبل شميل وشكرا وعلى اللقم ترجمة نانسي قنقر